بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني طلبة سندرس في هذه الشريحة الطريقة الأولى من الطرق المباشرة لحل جملة معتلات خطية وهي طريقة غاوس تعتمد طريقة غاوس على رد مصفوفة الأمثال للجملة الأخيرة إلى مصفوفة مثلثية عليا عن طريق إجراء تحويلات أولية على أسطر المصفوفة الموسعة للجملة فنحصل على جملة خطية مكافئة للجملة الأصلية حلها أسهل من حل الجملة الأصلية إذن تتلخص هذه الطريقة برد مصفوفة الأمثال إلى مصفوفة مسلثية عليا ستكون هذه المصفوفة هي مصفوفة مكافئة حلها أسهل من حل الجملة الأساسية إذن لتكون لدينا لنأخذ بصورة خاصة أربعة معادلات بأربعة مجاهيل لنأخذ المعامل الأول A11 إذا كان هذا المعامل لا يساوي الصفر فلنقسم المعادلة عليه السطر الأول عليه فنحصل على السطر الأول المكافئ هو السطر التالي سيكون أمثاله 1 لأنه أسمنا على A11 زائد B12 B13 B14 B15 من هي B12؟ إن B12 هو A12 هذا A12 على A11 هذا A13 على A11 هذا A14 على A11 A15 على A11 سميناهم B12 B13 B14 B14 B15 إذن هذا أصبح السطر المكافئ بدل السطر الأول في الجملة الآن لنجري التحويلات عليه لنجعل جميع الأمثال اللي تحت العمود الأول كلها أصفار إذن بالاستعانة بالمعادلة الأخيرة نحزف الـ X1 من بقية معادلات وذلك بأن نطرح المعادلة الأخيرة بعد ضربها بـ A21 A31 A41 من المعادلة الثانية والرابعة على الترتبيب فنحصل على ثلاث معادلات المعادلة الثانية تصبح بهذا الشكل طبعاً A21 هو صفر ولذلك لم يظهر هنا كذلك المعادلة الثالثة تصبح بهذا الشكل والمعادلة الرابعة تصبح أمثال X1 كلها أصفار هذا ما فعلناه بعملية الضرب وعملية الطرح نفس الشيء نكرر نفس العملية فيما إذا كان هذا ليس صفراً فنقسم السطر الأول عليه ثم نجعل الأمثال اللي تحته كلها أصفار وذلك بالشكل إذن حيث تحسب معاملات الجملة الأخيرة بهذا الشكل نعيد العملية نفسها على المعادلة الأولى في الجملة الثانية في هذه الجملة إذا كان A221 لا يساوي صفر فنحصل على السطر الأول في هذه الجملة سيكون بهذا الشكل حيث B هو عبارة عن حاصل قسم A22 الآن وبنفس الطريقة نحظف X2 من بقية المعادلات كما فعلنا في X1 فنحصل على الجملة الثانية المعادلتين البقيات يصبحوا بهذا الشكل حيث المعاملات تحسب بهذه العلاقة أيضاً نكرر نفس العملية على الجملة نأخذ السطر الأول في هذه الجملة إذا كان المعامل هذا ليس صفراً فنقسم الطرفين عليه فنحصل على المعادلة هذه نجعل أيضاً حائس البي آي جي ما تعطى في هذه الدساتير بحسب X3 من المعادلة الأخيرة فنحصل على هذه من هنا حصلنا على X4 مباشرة X4 حصلنا عليها الآن نعود لحصول على باقي المجاهي X3 X2 X1 من المعادلة 7.5 على الترتيب لو أعدنا فنحصل عليها بالتعويض عن X4 كل بما تساوي فنحصل على الحل المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته